احزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فنون وزي ما عودناكم في برنامجنا كل ما هو جديد كل الوان الفنون كل عام وانتم بخير وكل يوم يعدي علينا بخير في ظل هذا الوباء كورونا فهو يوم صعيب فكل يوم وانتم بخير حلقتي النهاردة حلقة مميزة يمكن لان ضيفي الديف مميز ضيفي رمز من رموز محافظة الدقاهلية ابن تفاهنة الاشراف مركز ميدغم ده اهلية هذا البلد الذي استطاع بقوة ايمان اهله ان ينشئ فرعا كاملا من الكليات فرع جامعة الازهر الشريف بفضل هذا الرجل الحج صلاحاتية رحمة الله عليه هذا الكيان الذي لن يتقرر وان تقرر هذا الكيان فلن يكون بمثل هذا الصلاح دامت عليك الرحمات ودام كل من اقتضر بك وكل من سلك مسلك هذا الرجل رمز من رموز هذا البلد اليوم وضيفي اليوم ولكنه سلك مسلكا اخر وهو العمل السياسي وخدمة الجماهير ضيفي وضيفكم اليوم استاذ امين الارموتي امين العمل الجماهيري بمحافظة الدقاهلية اهلا بحضرتك استاذ امين اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك شرفتنا شرفتنا من مدخل مدينة الانتاج الاعلامي شرفت من قناة الصحة والجمال شرفت لبرنامجنا فنون شرفت اهلا بك اهلا بك في الفترة اللي فاتت تصدر على مواقع التويتر والسوشيال ميديا وانستجرام سوشيال ميديا بجميع اشكالها هاشتاج امين الارموتي فلما السوشيال ميديا كلها تتوجه لهاشتاج امين الارموتي بكل الدعم ندعم امين الارموتي بكل الحب داعمين لامين الارموتي بكل العطاء رمز العطاء فكان لازم ان الاعلام يقول له دور في الموضوع ده وكان لفنون الصبق في انه يقدم الحلقة النهاردة مع استاذ امين فاضطريت ان انا ادخل على بروفايلك واخد من علي بعض التقارير اللي هي بتدعم وبتؤيد فكان لي ان انا لقيت على بروفايلك ودي تقارير انا جبتها من علي طبعا يعني هسسني عائلتك من الموضوع ده لان عائلتك شهدتها مجروحة فكان وطبعا على رأس هذه العائلة العريقة ذات الاصول العريقة الحاج عادل الارموتي ما نقدرش طبعا نتجهله استاذ وابنه استاذ سمير عادل الارموتي فانا بقول ان عائلتك داعمة بكل اشكال الدعم فانا استبعتها من التقارير لكن وده كل بروفايلك اللي بيقوله دكتور احمد شوقي داعم ومؤيد دول رموز من رموز البلد دكتور احمد شوقي داعم ومؤيد دكتور احمد عبد الحليم داعم ومؤيد الحج اسماعيل خدر داعم ومؤيدا الحج سعيد عبد العاطي عطية داعم ومؤيد استاذ احمد السيد وافي داعم ومؤيدا استاذ تامر عبد العظيم داعم ومؤيد عائلة الجهري بميتابو خالد استاذ احمد الجهري داعم ومؤيد استاذ سامي الورداني واستاذ ياسر الورداني ضابط بالقوات المسلحة داعمين ومؤيدين وأستاذ ياسر محمود مدير مدرسة تفاهنة الأشراف الابتدائية داعما ومؤيدا أستاذ شريف عبد الحي داعم ومؤيد وكم ناس كبير وكم البسطاء والأطفال والسيدات وأنا طبعا عشان أن أحصي الأسماء دي كلها أنا محتاجة سلسلة حلقات فدولي بعض اللي أنا قدرت أن أجيبه من التقارير اللي على بروفايلك هشتاج أمين الأرموتي تقول إيه لكل الدعمين ليك ولكل المؤيدين ليك في البلد وفي البلاد المجاورة وعلى مستوى المحافظة هشتاج أمين الأرموتي تفضل طبعا مش قادر أقولك السعادة اللي أنا بحسها لا تقدر أمور كتير جدا يعني من الصعب جدا من الصعب جدا الناس تحبك حب الناس براحتك إنما من الصعب الناس تحبك دي نعم من ربنا عشرين سنة عدتهم من عمري خدمة أهل بلدي وجميع كرة مركز مضامر ومحافظة أهلية السعادة لا تقدر إحساس مختلف تماما إن أنا كنت بشعر عند خدمة أي إنسان بشعر بسعادة أكتر منه الحمد لله تاريخ يعني هو طبعا أي إنسان نهاردة بنقدمه فهو مقدر لي من ربنا سبحانه وتعالى إحنا أسباب بس المهم السعي إحنا بنسعى بجدية والحمد لله رب العالمين أنا إن كان من نعمة ربنا علي إن أنا عمري ما تقفل فيه الشباب عمري ما ترفض ليه طلب في مكان يعني بسعى بكل جهد ما بقلقش قوي ما بقلقش خالص من أي مجرود بعمله في خدمة الناس إذا كنت نايم وصحوني ما بقلقش إذا كنت داخل أتغدى وأواموني ما بقلقش إذا ما نايمونيش ما بقلقش إحنا حرسين على خدمة الناس ودينة من ربنا إن الله عبادنا اختصهم الحب دا ما جاش الحب دا أنا ألاقي السوشيال ميديا كلها متصدرة هاشتاج أمين الأرموتي فالحب دا ما جاش من يوم ولا من اثنين ولا من ثلاثة دا جاب العطاء أستاذ بشرة أنا لم أعلن حتى هذه اللحظة ترشح الانتخابات لأن أنا أنتمل حزب وبحترم حزبي جدا وبقدره إنما هو طبعا الناس بتشعر مين يقدر يقدمها ومين يقدر النهاردة يكون فاهم طلباتهم وفاهم مشاكلهم وأمين على مصالحهم وحريص على خدمتهم بجد وحريص على عرض مشاكلهم أنا لم أعلن حتى هذه اللحظة ترشحي لأن أنا ملتزم حزبيا بحزب مستقبل الوطن الذي طبعا أقدره وأشغل به عمل العمل الجمهيري أنت ما أعلنتش الناس كلها أعلنت وده كان تفعيل الهاشتاج أن الناس هي اللي تطلبك فده في حد ذاته جاي من العطاء اللي أنت بتقدمه فأنت لسه ما أعلنتش لكن الناس اللي قالت كلمتها والناس اللي أعلنت سواء أعلننا أو سواء ترشحنا أو سواء لنا مقدر لنا من ربنا صحة تعالى الفوز بالمقعد أو لهم يقدر فإحنا موجودين في خدمة الناس هو ربنا صبحانه وتعالى لأن العمل العام دايما أنا بشرح دايما بقول العمل عام موهبة زي وزي العيب الكورة زي الفنان زي الرسام فالحمد لله رب العالمين نستمتع بهذا العمل لما منخدم حد نحس أن نحن متفوقين نحس أن نحن جوانا الحمد لله رب العالمين تميز وخير ودينعم ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني إن الله عبادا اختصى من قضاء حوائج الناس فكر القرب عن الناس مش بالسهل أن أنت تساعد مريض أو تساعد محتاج أو تساعد أو تفتح طريق الإنسان مقفول قدامه فدينعم ربنا كبير جدا نحن نشعر بها ودايما كل الأصدقاء بيقولوا يعني أنت عضية حياتك في هذا العمل أنا بقول لهم أنا شخصيا رادي تماما بكل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني بيوجهنا به والحمد لله رب العالمين يعني أنا بشكر كل كل من هو دعمني أو كل من هو شعر أنني قادر أدي خدمة وبقول له يعني إن شاء الله بإذن الله يا رب كده إن شاء الله نكون عنده حسن الظن نكون عنده حسن ظنهم نحن ظنهم حتى لو ما فيش إرادة أن نحن نستمر في الترشيح إحنا موجودين برضو بطبيعتنا لأن إحنا بقلنا عشرين سنة بما فيهم خمس سنين كانوا فيهم مشاكل كتيرة بس الحمد لله إحنا استمرين استمرين لغة ما ربنا سبحانه وتعالى يعني عدى مصر من كبوتها فإحنا الحمد لله رب العالمين راضين عن تاريخنا وراضين عن مشوارنا وطبعا احنا تعلمنا على إيد أسازة أنا بكردنا لهم كله تأدير واحترام الدكتور عبد الرحمن بركة والحج محمد سلامة دول من الأسازة اللي أنا شخصيا قدرت لهم وعمي الله يرحمه عمي الله يرحمه رقفة الأرموتي اللي سلمني الرسالة وهو قال لي على سر الرسالة وأنا مش أقول لحد لأن دي هو سلمني الرسالة بالمتوفى فالحمد لله رب العالمين بس هتقوله الفنون بقى الحمد لله الحمد لله أنا راضي تماما عن خطواتي وراضي تماما عن تاريخي وراضي تماما عن مجهودي وراضي تماما وراضي بكل ربنا سبحانه وتعالى مقدر ليه إن شاء الله في الفترة بإذن الله سؤالي لك بقى دلوقتي في ظل أزمة كورونا ايه دورك السياسي كأمين العمل الجماهيري بالمحافظة وخدمة المواطنين ايه الدور اللي انت قمت به في الفترة دي ويمكن كورونا يعني خلت الجانب الإنساني عند كتير من الناس يستيقز ويمكن أنا وصلني بما أني صديقة شخصية للعيلة أو مقربة للعيلة وصلني أن يمكن أنت أصبت بهذا المرض من بسبب أن أنت كنت يعني عنصر فعال في خدمة الناس وما تأخرتش أن أنت تشارك بمجهودك ده أخوة من فضل الله سبحانه وتعالى إحنا أنا كأمين عمل جماهيري على الفور عملنا خطة عمل ونزلنا كل المراكز ودخلنا كل المراكز ودخلنا معظم الكرة في محافظة الدهلية وكنا منخش بأدواتنا وكنا منخش نلاقي فيه كيادات محترمة من كل المراكز منتظرنا ومنمشيش من المركز اللي منعمل فريق عمل يكمل بعدنا فكنا دي زي فعاليات من أعمالها في ال... طبعا كان يعني ما كانش عندي خوف خالص ما كانش عندي توطر ما كانش أكون تماما ربنا أنه كل ما يسعبنا إلا ما كتبوا أولينا أنا أصبت صحيح وتعرضت الفترة صعبة جدا الحمد لله ربنا عافني منها إنما الحمد لله أنا كنت راضي ولو طلبوا مني هنزل تاني وكل كريه هنزل اللي عجبني يمكن في فترة كورونا إن أنا لقيتك أعلنت ناس كتيرة كانت بتصاب بهذا المرض وكأنهم عندهم صور يعني حاجة كارثة إنهم أصيبوا بهذا المرض فأنا لقيتك أعلنت على بوريفايلك فده كان الجميل إن أنا أنت ما حبيتش إن أنت تضر حد لما أنت تغيبت عن الناس فترة فالناس بدأت تسأل فأنت قلت لهم يا جماعة ادعوا لي وكذا فعرفنا ساعتها إن أنت إيه أصبت بهذا المرض هي كانت فترة صعبة فكان كل اللي بيتوصل معي عن طريق الرسالة على الموبايل وكذا كنت دايما أقوله الحمد لله يا فترة وأتعدي فترة صعبة وأتعدي فالحمد لله يعني أنا أراضي تماما وكل من يسومنا إلا ما يكتبها اللي قالنا وأكيد طبعا إحنا يعني في مواقف بيظهر فيها معدن الإنسان معدن الإنسان أكيد طبعا إحنا كان رسالتنا قوية في الفترة دي والحمد لله إحنا قدناها وكان معي فريق متميز جدا من العمل الجامهيري في كل المراجز معي معي أمانة قوية جدا بجد أمانة العمل الجامهيري كانت شغلة معي في كل مكان بجد كان معي فرق عمل يعني أنا عندي بالآس عندي بالآس أول مقصيبة في المراكز بالآس يعني أتصوري إحنا نزلنا بالآس والناس بتخاف تسمع عن تلمة بالآس تضمونا مع أهلها ونحسس الناس إن بالآس بخير وسبنا فريق عمل بتاع العمل الجامهيري تطلقى 55 يوم تطهير في بالآس طبعا الحمد لله يعني نحمد ربنا والحمد لله ربنا يعفو مصر من هذا المرض إن شاء الله الحمد لله مثلا لما بيكون القائد متميز لازم اللي معي يكونوا متميزين زيه فهو اللي بيجبرهم على التميز فيما قولة لفتت نظري على بروفايلك عذرا يا سادة الحياة ليست بحثا عن الزات لكنها رحلة لصنع الزات فاصنعوا من أنفسكم شيئا يصعب تقليده وهذا هو التميز للقيادة القوية إيه هو التميز والإنفراد اللي أنت هتحاول تسع عشانه الفترة الجاية هو التميز والإنفراد إن أنا ما بقلتش حد أنا سبحانه وتعالى بأخذ قراتي من نفسي بؤمن بالرأي الآخر فبالتالي مؤمن إن أنا أطلع كيادات دايما للمجتمع بنشجع كل الكوادر إن هي تبقى في العمل العام حتة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيميزنا من عندنا أخلاص في العمل نفسه فبالتالي هيبقى فيه تميز طالما فيه إخلاص وفيه تفكير وفيه إخراج كويس واهتمام ونحن نطلع بأي عمل أو أي فعالية من ندخلها أو أي مجهود من عمله من نبقى مهتمين جداً منحترم الواقع نفسها أو منحترم الموقف نفسه أو منحترم الفعالية فبالتالي منقدر ومنحترم المواطن منحترم مواطن جداً فبالتالي منقدر إن شاء الله إن إحنا نقدر نخرج بتميز ومختلف والحمد لله رب العالمين إحنا يعني مش بنحب نقلد إحنا دايماً بنحب نبتكر ومنحب ننضيف المكان اللي إحنا فيه لو دخلنا مكان لازم نغيره ولازم نضيف ليه وهو ده التميز الحقيقي في الكيادة أو دي موهبة من الله سبحانه وتعالى إن أنت تقدري تغيري من شيء مش موجود يبقى موجود أو تصنعي من موقف أو من حاجة تخلي يعني النهاردة عاوز أقول لك حضرك لحاجة عملت العمل الجامهيري دي تخلت اسمه جبير جداً عمستار جمهوري أنا الوحيد اللي يعني كنت حريص إن أنا أكبرها ونشطها وخليها دور أنا فست بدوري دوري مستقبل الوطن أنا لبست في محافظة الدقائلية أربع تلاف شاب تشارت المستقبل الوطن في وقت كان لسه في حاس مع مستقبل الوطن وفست على مستوى جمهورية مصر العربية بكاس الجمهورية كلها الله جميل يعني فست بكاس الجمهورية وده كان إضافة للدقائلية كبير جداً ده أكيد طبعاً إحنا من ضمن 27 محافظة إن الدقائلية تفوز على مستوى الجمهورية بدوري طبعاً ما كانش جاي من فراغ لأن أنا عملت دور حقيقي في محافظات ما عملتش دوري على المستوى أنا عملت دوري في أربع تلاف شاب لبسوا دور المستقبل الوطن وده طبعاً كان حرصنا للشباب إن إحنا لابد إن إحنا ننزل للشباب ونسمع لهم الشباب محتاج كتير جداً مننا ومحتاج نسمع له ومحتاج ناخد قراءه ومحتاج ننزله وننزل لفكره وهو يطلع لنا المهم إن إحنا في الأول في الآخر نحترم الشاب لو احترمنا الشاب وسمعنا له هنلاقي إن الشاب إن شاء الله بإذن الله هيستجيب معنا هو طبعاً الشباب كلهم عاوزين توجيه مش أكتر أكيد وأنت لو مش بتحترم من الناس ديت أنا ما كنتش لقيت الأطفال والسيدات والشباب مؤيدين إنت لو ما كنتش إنت يعني بتدعم الناس دي ما كانوش ما كانش الكم الكبير ده سيدة بشرة أنا ورست من والدي 30 قراط لما كان بلدي في شفاء مشكلة ملعب أنا أديتهم 30 قراط جميل يعني وروحت للوزير الشباب وقلت له أنا حريص إن إنت تعمل لإستاد لإن لازم تعمل لإستاد لبلدي والشباب بلدي لإن الأرض دي عزيزة علي جداً أرض بملايين عزيزة علي جداً فبالتالي إنت لابد النهاردة أن إنت تقب جنبي وفعلاً وزير الشباب استجابه ومن غير ما قدم ورقة المهندس خلد عبد العزيز اللي بقدامه كل الشكر عمالي إستاد تاني يوم في 2014 حرامات إن كان مبلغ يعني بسيط جداً يعتبر ليسكر كان مدفوع فيها زاعتها الأرض تعمل حوالي من 30 إلى 35 مليون إحنا أنا باعته بـ 150 ألف لإن الشباب ما كانش يدفع أكتر مكتب فالحمد لله الحمد لله جاي اللي كان فيه تهنئة أو كان فيه تقرير أخدته من على بروفايلك وبما إنه اللي باعت التقرير ده إنسان مميز فكان لازم أن أنا فعلاً أخليه لوحده مستشار فوزي عمر ابن تفاهن الأشراف مركز ميدغامر ده أهلية نائب رئيس النيابة الإدارية بالقاهرة ورمز من رموز تفاهن الأشراف أدعم الأستاذ أمين ده على لسان المستشار فوزي عمر أدعم الأستاذ أمين وأذكيه وأناشد الحزب الذي ينتمي إليه ينتسب إليه كعضو فعال ونشيط ومحبوب شعبياً وجماهيرياً وكونه خدوم بطبعي أن يدعمه ويرشحه مستشار فوزي عمر بكل الحب والتحية لشخصكم المحترم مني أنا كبشر الورداني بما أن النجاري العزيز وابن بلدي ومن أستاذ أمين فدي كان لازم نقول حاجة زي كده بجد هي مسؤولية كبيرة جداً مسؤولية كبيرة جداً يعني كمل رسائل اللي وصلتني وكمل الاتصالات بجد مهما أقول كده أنا بالمسبالي النجاح تحقق بالنسبالي أن أنا حسيت الناس حسة والناس فهمة والناس فعلاً بتقدر والناس عندها حس أنا في السياسة من 20 سنة وأعرف كواس قوي حس الشارع مع أي إنسان بيتوجه لأي منصب فيعني أنا ده نعمل ربنا وأنا يعني يعني بقول لهم بجد مهما أقول ومهما يعني أنا كده الحمد لله كده نجحت والنجاح وصل وكده أنا الرسالة وصلت بالنسبالي إن أنا حياتي أو مجهوداتي في الفقرة اللي فاتت وده نعمل ربنا الحمد لله رب العالمين حتى لو ما تراشرحتش مش فرقة مش فرقة مش فرقة بصي هي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ونعمل إن كان دورة البرلمان خمس سنة فهي مسؤولية نحسب عليها لأن إحنا مسؤولين عن ناس ناس لها مصالح يعني أعتقد إن لو كدر لي وخط المكان ده أنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني هعمل هخليها هعمل اتجاه مختلف خالص يعني أنا ما عنديش مصالح من هزي الموضوع من الترشيء فأنا يعني هابقى خدم للناس فعلا وهاب متواجد معهم للنهار وهاب بنام في وسطهم وعايش في وسطهم حاس بيهم فإن شاء الله بإذن الله يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أي كيادي بيختار أي مسؤول يعني اتقى ربنا ودي شهد أمام ربنا يعني أنا النهاردة ما جيش أختار واحد عشان ظروف ما معينة أو عشان كذا أنا أختار اللي يقدر يضيف ويغدم يضيف لي والأهله فعلا اللي يقدر يضيف ويغدم ويكون عنده أمانة ويغدم بلا مقابل بلا مقابل يعني فهذا طبعا أمانة كبيرة جدا وياردت أي مسؤول النهاردة بيختار أي تيادة يرى ربنا في الاختيار ونعم بالله أعزائي المشاهدين فاصلوا ونجعلكم تاني استنونا ونشوف التقريب ده عند أستاذ أمين تفضل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة